السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين اهلا بكم وحشتوني جدا من الحلقة اللي فاتت اتمنى ان هي تكون عجبتكم وتكونوا قدرتوا تستفيدوا منها وقدرنا ننشر ثقافة الاحلام دايما زي ما بنقول علشان نقدر نقرب من ربنا ونتعلم نفهم رسالة ربنا سبحانه وتعالى وهو ده الهدف من الرؤى اللي بتبعت لنا من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نفهم الرسالة الموجودة علشان نقرب من الله عز وجل النهاردة هنتكلم عن رؤية الفواكه في المنام طبعا في فاكهة بتكون كويسة جدا تمام في الرؤى وفي فاكهة ممكن تكون رموزها بتدل على ان هي سيئة شوية تمام من الفواكه المحمودة عندنا في الرؤية مثلا في رؤى الموز بس برضو مش في كل حالاته تمام وكمان ذكر في الكرآن ان هو تقال قطلح المنضود المقصب بتطلح المنضود في الرؤى كان المقصب بين هو الموز طبعا عندنا من الرؤى الفواكه المحمودة كان عندنا برضو اي تاني عندنا الفواكه سيئة الاول التين تمام التين الفاكهة من الفواكه المحمودة تمام لما يتشاف في وسط فاكهة كتير لكن لما يتشاف ان هو في وسط فاكهة معينة يعني لوحده كده لا اكله مش مستحب لكن احنا نشوفه على حد ما بيكون كويس لكن اكله مش مستحب لان يقال ان الشجرة اللي كان منها سيدنا ايدم عليه السلام كانت شجرة التين ما كانتش تفاح فمن هنا جات دايما التفاح والتين هما بيكونوا معناهم ندامة من امر معين يعني الانسان ارتكب حاجة فده معناه جايل وتحذير ان خلي بالك ان فيه ندم معين من موضوع معين انت ماشي فيه فهو ده هو اللي بوز الدنيا زي ما احنا ما بنقول تمام وطبعا في اي تاني عندنا مثلا العنب العنب من الفواكهة الحلوة قوي اللي تتشاف في الرؤية وخصوصا دي بتيجي دايما بيبقى معناها زرية او بيبقى معناها اموال يعني هو من الاحلى الحاجات اللي تتشاف في الرؤية دايما بتكون الفواكهة تمام معنا مداخلة اعتفاية من الامنية في السويس علو حالي سمعيكم عليكم سلامة احتلال وبركاته ازاي حضرتك الحمد لله تماما استأذينك تعالي صوتك شوية بس اشان صوتك واطي ايو كده سمعيني او يا حبيبتي سمعيك احب اشكري قول حضرتك على تفسير رؤية رؤية ليا المرة اللي فاتت وتحققت بجد الله يخليك يا حبيبتي يارب بيكون كويسة بس ان شاء الله اكيد ان شاء الله طب انا حبيب اسأل حضرتك على الحاجة تمام اتفضلي اه هو فعلا الحسد ممكن يكون في نهاية شخصة يعني نهاية شخصة ان هو يموت داي اليوتيوبر مثلا مطفحي فناوي اللي مات ان هو مات من الحسد فهمتك يعني انت بتسألي سؤالك ان هو هل الحسد ممكن يموت ده قصدك او او طبعا ان هو ينهي حياته كده وبيبقى لي معاني او طبعا او طبعا او طبعا ان الولد اللي توفى يعني ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جنات ويا ربه يلهم اهل الصبر اه اه هو ده كان ابتلاء وخلاص يعني احنا ما عندنا شجر ان احنا نصبر على قضاء الله وهو خلاص يعني ده قضاء الله سبحانه وتعالى وسبحان الله فاذا جاء جاء لهم لا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون اما بالنسبة لسؤالك فهل الحسد يعني ممكن يموت او الحسد ممكن يموت الحسد ممكن يعني يفتك ببني ادم يفتك باي حاجة والحسد انواع كتير طبعا كده احنا هنتطر نغير موضوع حلقتنا وهنتكلم عن الحسد لان فعلا الموضوع ده مهم وجالي اكتر من استفسار عنه فانا هتكلم عنه ان شاء الله النهاردة باستفادة بدل الموضوع الفاكهة بقى نخليه في يوم تاني بس ناخد يعني حلشان فعلا الموضوع مهم جدا الاول هنتكلم عن انواع الحسد هل فعلا في حاجة اسمها حسد اه في حاجة اسمها حسد الحسد معناه في الشرع لما تكلموا عنه العلماء معناه تمني زوال نعمة الغير مفيش حاجة اسمها انا بحسد غصبا عني لأ الحسد بيكون نابع من غل وحقد داخل البني ادم وعدم رضا وتمرد على حاله فعلشان كده ده يعني كرثة كبرى علشان كده ربنا سبحانه وتعالى دعانا دايما ان احنا نرضى بقضاءه عز وجل ونؤمن به علشان ليه نضر غيرنا طبعا ولان ده بيفتح باب كبير جدا للشيطان العين اللي بتصيب البني ادم دي بيصبعها شيطان فشيطان العين هو بيستنى البني ادم علشان يفتح به الرسول عايزة استعلم استعاز من الحسد انا مش عارفة اقول لكم ان السحر فيه ناس بتخاف جدا منه انا عندي سحر وكرثة وبتيجي مرعوبة وبتقابلني حالات زي دي كتير مع ان الناس مش فهمة ان السحر ممكن يتعالج بسهولة جدا والسحر ما بيموتش على فكرة يعني حتى انواع السحر مهما كانت صعبة نادر جدا لما تموت الحسد هو اللي ممكن فعلا يموت الدليل على كده هنتكلم طبعا من الكرآن كان فيه الانسان الاول ممكن يحسد نفسه ودي اول حالة زكرت في الكرآن ان فيه انسان بالفعل حسد نفسه وكان كان هو شخص مشهور اوي في الكرآن بصاحب الجنتين لما من كتر ما كانت جنته عجباه ووصل له الغرور وخلاص ان هو بقى من كتر الغرور اصلا هو يعتبر كان داخل على مرحلة الشرك وراح قال ايه لما بص الجنته وراح قال ما اظن انت بيد هزيه ابدا فربنا سبحانه وتعالى لقانه درس قوي جدا وبيقولك في الكرآن فاصبح يقلب وقفايه على ما انفق فيها وهي خوية على عرشها حسد جنته اللي هي يعني حكته الانسان هنا حسد نفسه لدرجة انه افتك بالجنة بتاعته اللي هي كان بستان وبالفعل خلاص بقى متضمر بسبب ان هو حسد نفسه معنا مكالمة هاتفية ونرجع نكمل تاني ونقل محمد ايوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه بصوحي تعدي لاتف حلم كنت عايز افتسره لا مش سمع معلش عالي صوتك اا عندي حلم كنت عايز افتسره تمام اتفضل طيب من حوالي اسبوع كده حمد ان انا والدي والدي اسم ويحيا او ماشي مع بعض المكان اا اا فما كنت معرفوش قصير تمام بس لقيت ناس واحد قدام قاعة كأنها مثلا قاعة مؤتمرات او حاجة زي كده قاعة ايه قاعة مؤتمرات مثلا او حاجة كده يعني فلاقيت نازل قداني هي تتعالي اشوية بكلها تلالم فلاقيت نازل محسلم بتاعها ترس الرئيس عاصل في صوتك ومعي وزير الدفاع السابق ومعي وزير الدفاع السابق فريق ست الي صبحي انتم وزير الدفاع السابق الفريق صد اي صوبحي ماشي تمام نز дело حد ما قاعداني لتان بتكلم مع بعض يهزر. تمام. فالمهم انا واقف اه قدامهم واقف منباحة بهم وموقعين قدام يعني. آآ بعدين خلصوا الكلام مع بعض وراح جاي سابت الرئيس يسلم عليها. حل. وبعد كده اه سابت الفريق سلم عليها وكمان وراه. كويس. تمام. تمام. ومشيت شوية في المكان ده لقيت اكني في معسكر جيش. تمام. طب تمام. الخط حاول ترجع لنا تاني لو كان ليك استفسار تاني. تمام. هو بيقول ان هو شاف آآ ان هو بيتفرق يعني بيشاهد آآ رئيس عبدالفسحي السيسي. آآ ومعه آآ ومعه صدق وزير الدفاع السابق آآ صدق صبحي. تمام. اول حاجة رؤية الرئيس من احلى الحاجات اللي تتشاف جدا وخصوصا رئيس بلدك. طبعا بتفرق. هل انا شفته ده كان رئيس البلد اللي انا فيها ولا رئيس تاني. طبعا لو كان رئيس البلد اللي انا اللي انا مش فيها دي مش مستحبة. تمام. دي معناها ان الانسان يعني حاله هيتقلب من من حال كويس لزل. لكن هنا لا طبعا اسم عبدالفتاح السيسي حلو جدا جاي من الفتحة. فده معناه ان هو بإذن الله في خلال السنة دي. حاله هيتبدل في الشغل من حال لحال. لان هما الاتنين هي. الاتنين اللي ظهروا يعني مع بعض في العمل. فده معناه ان حاله هيتبدل من حال لحال افضل في الشغل بإذن الله. وبما ان ان هو سلم عليه. فبعنا كده ان هو هيكون قريب من رب العمل. لان طبعا المقصد بالرئيس اللي هو الملك يقال عليه الملك. لكن المقصد هنا به. اللي هو مين. هيكون قريب من رب العمل بتاعه. وهيكون فيه سلم وود بينهم هما الاتنين. الكلام ده هيحصل قريب بينهم لسببين. اول حاجة طبعا الدليل من الكرآن كان على رؤية ان بالفعل هيبقى فيه خير. اول حاجة فيه قوله تعالى. وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي. فلما يكلمه اليوم قال انك اليوم لدينا مكين امين. يعني معنى كده ان انت بالفعل هتكون مؤمن في عملك. لا. وهتنقل مكانة. والكلام ده هيحصل قريب بامر الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا قبل كده. وتعلمنا الموضوع ده. لما يسكر اسم صبحي. او صباح اي اسم من دول. ده معنى ان الحلم يقع قريب ليه؟. نسبة لقوله تعالى. اههههة الا ان موعدهم الصبح. اليس الصبح بقريب. فمن هنا فبشر يعني فيه خير كتير جاي لك اوي بإذن الله قريب. وخصوصا في مجال عملك. والدنيا تستكل. والله تعالى اعلى واعلى. هنرجع لموضوعنا تاني. اللي احنا كنا فيه. على موضوع الحسد اللي احنا وصلنا له. تمام. نعمليها لشان. احنا نفسنا مناحسدش حد. اول حاجة لازم نصف نوايانة ناحية الناس. وتكون حلنا كويس مع ربنا سبحانه وتعالى ونتمنى لغيرنا الخير في حاجة في الدين اسمها الغبطة الحسد غير الغبطة يا جماعة الغبطة معناها ان هي انا بتمنى الحاجة بس في نفس الوقت بتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيها للشخص اللي قدامه تمام دي ملهاش دعوة بالحسد دي مش حسد خالص انما الحسد احنا قلنا مبني على الغل وعلى الكرة يقول والله اعلم ان الحسد شهقة يعني ازاي بتعرف منين اللي حسدك اللي حسدني انا بعرفه ازاي بيقول يعني مثلا اول ما يشوف الحاجة يقول ايه دا يبقى ليه شهقة كده يعني يبقى ليه شهقة كده بيبان منها وما تلاقهوش بيذكر اسم الله سبحانه وتعالى لان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ان احنا لما بنقشوف الحاجة لازم نقول ايه بيقول لكم من رأى منكم من يسروا فليبرك علي يبرك علي يعني يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله تبارك الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات معينا مقلمة تانية من ربيع باشماندس ربيع من السويس تمام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي كباشوهندسة زي انا الحمد لله زي حضرتك انا معجبين اول من برنابجو يا حضرتك الله يخليك يا رب شكرا حضرتك في حلم عايزة اقول لحضرتك عليه تمام اتفضل انا احلمت في مرة ان اجدرت القصر وبعد كده وقعت في ايديا بس ما نزلش دم خلاص تمام هرد على حضرتك ماشي شكرا احنا قلنا قبل كده لما درسي يتكسر الدرس تمام ويقع في ايديا دي اموال تمام فابشر بإذن الله في اموال جايلك بس هتجيلك متقطع انت هيجيلك يعني هما العلماء كانوا حددوها وحسبوها قالوا ان الدرس يعادل 3000 جنيه فانت هيجيلك 3000 جنيه بس يعني هيكونوا ايه يعني مش على بعض زي ما بيقولوا فهاول بقى ان انت تشيل منهم لانهم هيجوا اجزاء يعني مش هيبقوا كاملين فممكن يسفوا منك من غير ما تحس والله تعالى اعلى واعلم تمام هنرجع برضو نكمل موضوعنا اللي احنا كنا بنتكلم فيه احنا وصلنا لحد ان احنا الانسان لازم يبرك على الحاجة تمام هنعمل ايه بقى بعد كده ازاي اصلا اعرف ان انا محسودا تمام الرسول عليه الصلاة والسلام لما احنا قلنا قلنا ونبه علينا ان احنا لازم نبرك على الحاجة ونسمي الله على الحاجة نعرف منين اول حاجة لما البنيادة من اللي قدامي ما يذكرش اسم الله على الحاجة فاحنا لازم ناخد حذرنا مش شرط ان هو يكون حسد بس دا يفضل ان احنا نغرسه في الابناء بتاعتنا من وهم صغيرين طبعا بتظهر بقى هننتقل لعالم الرؤى وهنقول ان هي بتظهر ازاي اول حاجة في عالم الرؤى مثلا ان انت تشوف في الرؤية ان حد دبابيس مثلا بيشكك بدبابيس شك الدبابيس نفسه دا معناه حسد اي حاجة بتشك حقنا دبابيس اي حاجة فيها شك فده معناه ان انا بقى يعني دا كناية عن الحسد تمام معينا رؤى هناخد رؤى اتبعتت لنا على الصفحة وهنكمل تاني تمام اول حلم جالنا على الصفحة بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الوالدة حلمت ان يوجد في منزلنا غسالة زيت حضين من نوع قديم يوجد داخل الغسالة قطع بيضاء ويوجد مع القطع طفل صغير مولود جديد باعتقادها ان هو من احد اقاربهم لكن مفيش دم في الغسالة لكن كان موجود زي عصير البنادورة يعني عصير طماطم والوالدة كانت تبكي بصوت عالي بالمنام وتقول يا رب رحمتك من مش قدرتنا هذا الاشي ثم جاي ابي ومعه الشرطة وقالت الشرطة لسنا نحن ومن فعل ذلك لعمر 56 سنة هنبتدين نقول الرؤية دي ده معناها ان هي تخلي بالها غسالة بحضين بالضبط هي المقصب بيها الكليتين ليه احنا عندنا الكليت هي المسؤولة عن تنقية الدم الموجود في الجسم زي ما بيقولوا احنا بيسموها ده المقصب بيها هنا اللي هو غسل الحاجة فهي عشان كده جاي هنا ان هي غسالة تمام بما ان موجود قطع بيضة وبتقول القطع التانية طفل احنا اتفقنا دايما ان طفل بيكون الطفل الصغير ما بيكونش مستحب فده كنايا عن هم فده معناه كده طبعا هننقله للواقع ده معناه تعب تعب هيصبها في احدى الكليتين والطماطم اللي هي الموجودة دي معناه كده ان الموضوع ممكن حله لان الطماطم ما جاي من الطمقنينة تمام والوالده كانت بتبكي فده معناه ان هي طبعا ده وقاءها ده من الصراخ والقلم اللي هي هتكون فيه وهي مش هتكون قادرة لدرجة ان هي هتستعين بالله عز وجل لكن نخلي بالنا اللي حصل لها ده كان نتيجة تقصير بيديها ان هي بتتناول املاح كتير لان الطماطم اللي موجودة من الاملاح فعلشان خاطر كده هي اللي كانت سبب في ده والشرطة لما جات الشرطة المكسب بيوم الزباط في الحالة دي اللي هم اللي انهو اصلا لما بيكونوا لبسهم شوية مشابه للبس الاطباء فده معناه اللي هم الشرطة هنا اللي هم الزباط اللي هم الاطباء اللي هيزباطوا الدنيا وهتبقى بصحة وسلامة بإذن الله والله تعالى اعلى واعلم لازم ان هي تاخد حذرها وتخفف الاملاح وتروح للدكتور تشوف المشكلة اللي موجودة عندها في الكلة دي سببها ايه بس دي الرؤية اللي جات لنا دي اول واحدة طب تمام الرؤية التانية رأيتوا اني في المنام اني كنت مع امرأة ورجل وابنهم فقتلتهم بملف دون قصد حتى انني لم ارى كيف قتلتهم ثم انتظر الشرطة وتأخذني واهلي لم يكونوا خائفين ولا انا كنت مستسلمة واقول اني قتلتهم بالخطأ الاسماء اللي موجودة في الرؤية اريش وصالح عزباء واستيقصتوا على ازان الفجر القتل في المنام معناه ظلم معناه ان انت خلي بالك ان انت هتظلمي حتى عندهم قصد تمام والدليل عندك هنا الاسم اريش الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا تشكلت عليكم الرؤى فخذوا بالاسماء اريش احنا لو عكسنا الاسم هيكون جاي من الجور والجور هو الظلم فخلي بالك وانتبهي وبإذن الله يعني ربنا يعفو عنك عليك بالاستغفار لان بالفعل فيه ظلم انت اوكعطيه على حد ومش بس على حد واحد على عيلة كاملة والله تعالى اعلى واعلم الرؤية اللي بعد كده بتقول حلمت ان بنت سي جات عندنا في البيت وامي وامي طاليقي من نظفاهم لبساها ملابس نظيفة وانا وجدت البنت في عمر الثلاث شهور وكانت سقعينة وترتعش فاخستها في حضني وكانت هادية وطلبت من ابن خالتي محمود انه يديني شراب صغير من شرابات ابنه ادم وفعلا اعطاني شراب ولبسته البنت وكان لونه اخضر وقلت المنال ايه القرف اللي هم ملبسين والبنت ده والمفروض يلبسوها بانطلونين في السقع دي وانتهى وبتقول ان الاسماء ابن خالتي متزوج ولديها ادم وعمر منال جارة طاليقي وجارتنا ايضا دايس هناك تواصل بيننا ام طاليقي عطيات بنتي تالين عمرها سنة بما ان ان هي بنتها جاية لبسة اللبس ده البنت هي دنيتها نفسها هو ده المقصب بيها وبما ان ان هي جاية سعينة فده معناه ان هي تخلي بالها لان هي هتتعرض لازمة مادية قوية جدا لدرجة ان هي هتضطر ان هي تستلف ليه؟ لان هي بتقولك انا رحت الحد وخدت منه شراب خدت منه شراب لبنتي فالمقصد ان هي هتضطر ان هي تستلف بس مش هتستلف كتير يعني ان هي بس هتستلف اللي يسد حاجة الحاجة اللي هي فيها فده معناه ايه ادم رؤية دي زي دي جت اعرفي دايما ادم احنا قلناك يعني خلاص فيه بلاء وبالذات ما دي دخلين عليه معنى كده ان ربنا هيبعط لك فلوس لازم تشلي منها ما تصرفيهاش علشان تعدي من البلاء دي من البلاء ده على خير وان شاء الله ربنا يكرمك وكل حاجة تعدي على خير يا رب والله تعالى اعلى واعلم بعد كده فيه رؤية تانية بتقول انا حلمت اليوم ان فيه تيشرت خاص بطليقي كنت جايبهوله لقيت وسط هدومي في الدولاب فاستغربت ايه اللي جابه هنا وطبقته وحطيته في الدولاب مع العلم اني مطلقة وعندي بنت عند والدها تمام ابشري فيه بشرة حلوة جاية ليك بإذن الله ربنا يكرمك فيه عودة غائب اعتقد ان انتي هشوفي بنتك بإذن الله او هي هسجيلك طبعا ده نسبة لسيدنا يوسف للآية لما ربنا سبحانه وتعالى رد بصر سيدنا يعقوب بالقميص هي هنا هيعادل نفس التيشرت لما ربنا اتكلم في قوله تعالى وقال فلما انجئاه البشير وقالقاه على وجهه ارتد بصيرة فده عينك ستصر بالنظر لحد غائب بنتك بتتمنيه واعتقد والله اعلم ان هي هتكون بنتك بإذن الله والله تعالى اعلم هنشوف فيه رؤية تانية تمام او فيه رؤية تانية بتقول الحلم قصير كأني بشوف زي الجريدة وعليها مجموعة صور وشوية اشوف صورة العضو الزكري لرجل بس مكتوع جزء منه بصورة مع اربع مجموعات صور وقت فجأ واقول بشوف الخبر يعني ادور الخبر لمين بالجريدة هي شافت ان هي شايفة عضو زكري لرجل مقطوع وهي اصلا عزباء فده معناه الرؤية هي شايفة ان هي محرجة الرؤية مش محرجة الرؤية فيها رسالة معينة من الله عز وجل الرسالة اللي موجودة فيها هي شافت صورة للعضو مقطوع فده للعضو الزكري فالمقصد ان فيه ذكر معين هي كانت متبعية على شانتنال على شانتنال الزواج يعني ذكر معين لتيسير الزواج وجات بقت قطع في العضو ده وبما انه هو مقطوع الاربع فده معناه ان ربنا سبحانه وتعالى بعت لها رسالة بيقول لها خلي بالك انت بالفعل دعوتك استجابت وبس لازم كنت يتوصفي على الموضوع ده لان رقم اربعة معناك تمال امر وطبعا الجريدة الصورة في الجريدة تعادل نفس الفكرة في المصحف يعني المقصد الجريدة هي تعادل الكتاب او المصحف فده معناه ان هي لازم ترجع تاخد الوردة بتاعها تاني وتكمله وبإذن الله ربنا هيمنى عليها وتفرحنا قريب والله تعالى اعلى واعلا حاضر تمام اخر واحدة موجودة معينا حلمت ان رجلي كان فيها شوكة فخرجت حلمت ان رجلي كان فيها شوكة فخرجتها فكانت عبارة عن خدس النار كصير وفي اخره عبرة خياطة فقلت اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كثير كتير جدا وبسوط عالي وفرحة ان العبرة خرجت وكنت فرحانة جدا طبعا ده لي علاقة بالموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده حسد ابسوري انت بالفعل ربنا من عليكي ونجاكي من الحسد الرقية الشرعية اللي انت متبعاها جابت نتيجة بالفعل لان احنا قلنا اي حاجة الرجل هي مقصب بها هي همة البني آدم وسعيه فبما ان ان انت طبعا لو رجليكي فيه حاجة مش هتقدر يتمشي دكنية عن وقف الحال ووقف الامور وبما انك اتبعته الرقية فبالفعل ربنا سبحانه وتعالى بيبشرك ان خلاص الهم والابتلاء اللي كان عندك والاصابة بالعين ده كله انتهى وان شاء الله ربنا يكرمك يا رب وباللي انت عايزاه وامورك تمشي والله تعالى اعلى واعلم هنرجع لموضوعنا تاني وهنتكلم احنا هنتكلم عن هنقول بقى حاجة كويسة جدا ازاي ان احنا احنا نتفادى الحسد الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا ايه احنا قلنا قبل كده الكلمة دي بدل المرة عشرة لقد تركتوا فيكم ما انتمسكتم به لن تضلوا بعده ابدا كتاب الله وصنة رسوله وليه احنا دايما بتدور برا ودايما معينا الحل موجود في ايدينا وهو في القرآن اول حاجة هنعمل ايه لو حد مثلا عرف طبعا الرؤى اثبتت وكل حاجة اثبتت وانا هقولكو ازاي برضو هقولكو حاجة كويسة تعرفوا بيها انتم ازاي مصابين بسحرة او بحاجة زي او بحسد او باي حاجة ده في نهاية الحلقة باذن الله بعد ما اقولكو ازاي تحصنوا نفسكم لو حد عرف فعلا ان هو محسود عليه يعمل ايه في طريقتين للتحصين ودول الرسول عليه الصلاة والسلام اتكلم عنهم اول حاجة ركيا الشرعية لكن احنا هنحدد مجموعة من الايات دلوقتي هنقولها دي سريعة لو حد فعلا حس ان هو محسود يعملها هيجيب كوباية فيها مية وهيقرأ عليها القرآن اللي احنا هنقوله دلوقتي الاول اية قوله تعالى ولولا ازدخلت جنتك قلت ما شاء الله والاية التانية واي يكاد والذين كفروا لا يزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر يقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين الاية التالتة الذي خلق سبع سماوات انتباقة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاصئا وهو حسير وهنكرأ معاههم المعوزتين وقيت الكرسي وكله والله احد ونكرأهم على مية وهننفص في المية ثلاث مرات وبإذن الله دي تكون يعني تشفي اي حد من اي حاجة للأسف خلصت حلقتنا بسرعة وهسيبكم مع زملتي ندا خيال الفقرة اللي جاية بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته